ساليو لبنات مرحبا بكم وشراكم لبس جس بغ تكونوا دوحشتوني على غليوم جيدكم بوصفة جديدة وهذا الوصفة رح ندلكم فيها موكوينات طبيعية وسهلة وبسيطة لتفتيح وطبيض الوجه من اول استعمال رح تشوفوا نتيجته بالمن اول استعمال وبالاضافة الى الطبيض رح تشوفوا رطوبة ونظارة في البشرة تاعكم لمعان والبشرة صافية ورطبة ورح تتخلصوا من كامل الشوائب والبقعة الداكينة اللي عندكم في البشرة تاعكم بالاضافة الى هذا اجربتوا الوصفة هذه يوميا مع الاستعمال المكرر رح تتحصلوا على بشرة هايلة بدون تجاعد وتقللكم من ظهور حب الشباب وعلامات الشيخوخة في هذه الوصفة نحتاجوا معنا اول مكون وهو ياورت ناتير ولا الزبادي كما يسموه في بعض البلدان العربية ياورت طبيعي هو عبارة عن مكون ضروري جدا في الوصفة هذه لانه يعتبر هايل في تفتيح البشرة وترتيبها ومحاربة الاكسادة ثاني مكون معنا وهو النيشاء ولا النيشاء الظورة هاد بينسيغ غانية للتعريف وديما نحب نستعمله في كامل وصفة تاعي لانه يمد تفتيح في من اول استعمال تفتيحتها وسريع وكذلك يرتب لكم البشرة تاكم ترتيب خيالي والقهوة بينسيغ لغانية عن تعريف واللي مليحها في تفتيح البشرة محاربة الاكسادة تقليل من علامات الشيخوخة وتنقصلكم تاني من الهالات السودة يعني هاد الوصفة تقدروا تديروها ما مجيه تحت عينيكم ماهيش راح تضركم وما راح هيكس راح تنقصلكم الهالات السودة بالنسبة لطريقة الاستعمال لبنات وش راح نديرو في هذه الوصفة راح ناخذو صحان صغيرها كولا فنجل ولا ونخلطو في هذه المكونات راح نديرو اولا ملعق من النيشا راح نديرو ملعقه واحده من شا وملعقه واحده من القهوة وملعقه من ياور طبيعي يعني في كل مكونا راح نديرو ملعقه واحده ببركة وراح نخلطو هاد المكونات مع بعضهم جيدا حتى تتجانس وكيما ديما نقولكم عينكم ميزانكم يعني انتوما اللي تقدروا تتحكموا في هاد المكونات تعال وصفة وانتوما اللي تشوفوا اسكو لا تقدروا تزيدوا ولا ما تزيدوش المكونات وبينسيوغ لبنات الوصفة لازم تكون شوية جارية ماشي هذيك الجام دخله وماشي هذيك الجارية خله يعني تكون القوام تحق متجانس ببركة بعد ما تخلطو المكونات كامل مع بعضاهم يا لبنات وبينسيوغ كيتفتحو علبة تعاليورت وتلقو فيها اذاك الماء مطيشوش هذاك الماء لكين في لايورت لأنه هذا الماء هو اللي رح يمدلنا فائدة في طبيض البشرة والطبيض اللي رح يكون طبيض سريع بالنسبة للمتطبيق هذا الماسك أول حاجة لبنات لازم تقشروا الوجه تاعكم بمقشر سواء مقشر طبيعي ولا مقشر ملفين تقشروا به من قبل لأنه التقشير هو عملية مليحة ومهمة جدا قبل ما تديروا أي ماسك على البشرة تاعكم ولازم تقشروا البشرة تاعكم مرتين في الأسبوع بعد ما تقشروا تقشلوا بماء يكون شوية دافي باش يفتح لكم المسامات وطبقوا هاد الماسك على البشرة تاعكم لأنه إذا أنه كشغلك يتفتحوا المسامات رح بالعكس رح للمصفة هذي رح تمدلكم نتيجة أحسن وأحسن تحطوا هاد الخالط اللي قدرتوه كامل هذا الماسك في وجهكم وتخلوه المدة حوالي نصف ساعة باش يشحلكم فغضاء تخلوه نصف ساعة في وجهكم باش لازم ينشف لكم كامل يا لبناتك شغل لازم تشوفوا باللي رحوا نشف خلاص مايقعدش هكا سائل وبعد ما ينشف لكم قبل ما ترحوا تغسلوه صح لازم تقشروه صح بيدكم تقشروه بيدكم كما هكا بحركات دائرية باش تتنحوا كل الخلايا الميتة لكين في البشرة تاعكم وبعد اطرحوا تغسلوه تغسلوه مليح بالماء الماء يكون بارد ما تغسلوش بالماء دافي باش يقفل لكم المسامات هذيكه وبعد اطرحوا ترطبوا البشرة تاعكم بالمرطب الخاص تاعكم على حسب نوعية البشرة ورح تشوفوا نتيجة هايلة تهبل من اول استعمال رح تشوفوا باللي اللي كان عندكم التعب هذك اللي كان في الوجه تاعكم ولا هذك الكحولية ولا رح تتخلصوا من تصبغات رح تولي البشرة تاعكم نظرة ورح تولي رطبة وبيضة من اول استعمال تبقوا هذي الوصفة مرتين في الاسبوع ورح تتحصلوا على نتائج هايلة واذا عجبكم الفيديو نتمنى انكم تدعموني وجربوا هذا الوصفة وعطونا عرائيكم في التعليق